لواءة لبنانية بدأ الدولة بدأ المؤسسات والشرعية بدأ الحرية أنا مرشح معرب هذا الشعار الانتخابي قصم مرشحي حزب القوات اللبنانية وأشعل حرباً انتخابية باردة في الحزب نفسه في دائرتين البقاع الأولى وبيروت الأولى حيث كشفت معلومات صحفية عن صراع قواتي قواتي وتقاضف اتهامات بالجملة بين مرشحي القوات فما صحت هذه المعلومات؟ وفي هذا السياق كشفت معلومات جديدة الأخبار بعد أعلان لائحة القوات اللبنانية في دائرة البقاع الأولى تحت اسم زحل السيادة عن صراعاً بين المرشحين اللياس إصطفان والنائب جوجع قيس بعد إحصاءات تفيد بأن القوات تملكوا حاصلاً واحداً وفي إمكانها تعزيزه إلى كسور في حال نجحت في إدارة المعركة وهذا ما دفع بعقيس وأصفان إلى التصابق على حجز الأصوات الحزبية التفضيلية من خلال استخدام دعاية أنا مرشح معراب في بعض الناس عم بيسوقوا بها الأيام على إنه إيه شو رح يتغير بها الانتخابات كما ذكر المصدر نفسه أن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم يتهم الوزير السابق قسان حصباني وفك مصادر قواتية بالعمل طوال الصنوات الأربع الماضية على إزاحته لجلوس مكانه ودس عليه لدى المطران الياس عودي الذي طلب تجريح حصباني من رئيس حزب القوات اللبنانية شخصيا علما بأن لا منافسة جدية له على المقعد الأرثوذكسي في اللوائح الأخرى حيث أكدت مصادر أن تجريح حصباني قد قسم قواتي الأشرفية إلى فئتين متخاصمتين أحدهما تناصر النائب عماد وكيم اتخذت من خيمة نصبت في موقف للسيارات مركزا لها وأخرى تناصر حصباني تتخذ من أحد مقاهي المنطقة مقرا لها وفي سياق التحالفات الانتخابية هدد خلاف الاشتراقي القوات والأحرار بفرض التحالف الانتخابي بينهم في الجبل ما استدعى تدخلا سعوديا أعاد حلفاء الرياض إلى الانتظام وبحسب جريدة الأخبار السعودية تدخلت أمس وأبلغت حلفائها بأن سفيرها وليد البخاري سيعود إلى بيروت في اليومين المقبلين لشتشدت التحالفات في كافة الدوائر وطلبت منهم العودة إلى طاولة المفاوضات لأنها لم تقبل بإنفراط عقد التحالف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر